هنلاقي إن الآيات التي حذفت والأحاديث التي محيت ولا يراد لأولادنا أن يتعلموا ولا ينشأوا على تلك الآيات وهذه الأحاديث هنلاقيها نعم زي ما أنتم كده بالضبط قلتم الآيات التي تتحدث عن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع منعاً باتاً أي وضع دائرة حمراء أو مثلث أحمر عارفين طبعاً أنتم الدائرة الحمراء والمثلث الأحمر بيرمزوا الإيه؟ تخيلوا اللافت للنظر العقلية العجيبة العقيمة الغير سوية اللي يقولك ممنوع تحط السهم الأحمر والدائرة الحمراء لهذه الدرجة يا أهل الأردن سمحتم أن يتحكم في مناهجكم مجموعة من السفهاء مجموعة من الحمقى مجموعة ممن يريدون التقرب إلى أعدائنا بهذه القرارات ألي هذه الدرجة وصل حالنا كمسلمين في بلد مسلم مجاور بل هي جزء أرض الأردن جزء من أرض فلسطين إننا نبقى بنتقرب إلى عدونا بكل أساليب الإنبطاح والمذلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيل قديما جزى الله الشبائد خيرا وجزى الله أهل العزة وأهل الفخر وأهل الثبات في فلسطين الحبيبة جزاهم الله ألف خير لأنهم بثباتهم كل يوم بيظهروا لنا بعض الوجوه المنافقة على حقيقتها لأنهم بثباتهم يظهرون لنا حكومات وحكام خوانة وعملاء اليوم مع صورة مختلفة من صور الخيانة تتعلق بأخطر وأهم قضية تمس الأجيال القادمة ألا وهي قضية التعليم ومناهج التعليم في بلادنا فلا يخفى على حضراتكم أن مناهج التعليم تم التلاعب فيها في مصر وفي السعودية وفي الإمارات كما وضحنا وسنوضح فيما بعد اليوم بنتكلم عن الأردن تحديدا نعم المملكة الأردنية الهاشمية التي تعرفون تاريخها وأنا لا أريد أن أتكلم في التاريخ هنا أنا أريد أن أتكلم وأصلت الضوء عن مسألة خطيرة جدا مرت هكذا في زحام الأحداث مررها المسؤولون عن التعليم في الأردن وهنا أتكلم عن الأردن تحديدا مرروا قضية من أخطر القضايا ألا وهي التلاعب في مناهج التعليم هذا أولا ثانيا قرارات في الحقيقة لا تخدم لا تاريخ تاريخ نحن يعني ولا جغرافيتنا ولا تخدم بالتأكيد ديننا قرارات عجيبة لا تخدم إلا العدو المتصلت على بلادنا ودياغنا تعالوا في الأول نشوف إيه التلاعب الذي حصل في مناهج التعليم في المملكة الأردنية التي ترفع راية الإسلام باعتبارها بلد مسلمة نعتز طبعا كلنا بأهل الأردن وبتمسكهم بدينهم فالحديث هنا لا علاقة له بالشعب الأردني الأبي القوي الغيور على دينه وأعتقد أن الذي آلمني سيؤلمهم وأحزنني سيحزنهم لأننا في النهاية جسد واحد إذا تداعى له أو إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر قبل شهور صدر هذا القرار في المملكة الأردنية الهاشمية حذف متين وعشرين آية قرآنية وتسعة وتلاتين حديثا نبويا من مناهج الأردن لما ندخل في التفاصيل هنلاقي إن الآيات التي حذفت والأحاديث التي محيت ولا يراد لأولادنا أن يتعلموا ولا ينشأوا على تلك الآيات وهذه الأحاديث هنلاقيها نعم زي منتوا كده بالضبط قلتم الآيات التي تتحدث عن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الآيات اللي فيها رد المعتدي كقول الله تبارك وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم حتى هذه الآيات لا يراد للأجيال القادمة أن تنشأ وأن تتربى عليها فضلا بقى عن الآيات الأخرى مثلا كقول الله تبارك وتعالى فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وآيات الأخرى زي قول الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين في سبيل الله أمواتك تخيلوا الآيات دي مش عايزين الأبناء يتربوا عليها مش عايزين الأبناء يتعلموا تلك المعاني من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ده غير بقى الأحاديث كمان وطبعا أكيد السيرة النبوية وخاصة جزء الغزوات كله غزوات النبي صلى الله عليه وسلم تخيلوا هذا قرار يصدر في دولة مسلمة بحذف هذه الآيات وتلك الأحاديث وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى السؤال بقى اللي احنا محتاجين نسمع إجابة يطرس تبدلوها بإيه؟ يتمنى هؤلاء الذين حذفوا هذه الآيات من المناهج لو وضعوا بدلا منها إذا ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيصر يعني منتهى الانحطاط والسلبية والانهزامية والمذلة والانكسار لم يتوقف الأمر عند ذلك شوفوا معي بقى كمان هذا القرار العجيب الغريب جدا جمعية المحافظة على القرآن الكريم فرع عمان السادس الأردن المهم الموضوع تعليمات هامة جدا تعالوا بقى نشوفي التعليمات المهمة جدا دي أولا يمنع منعا باتا عمل أي نشاط مقدسي يتحدث عن الأمور أو جمع التبرعات لهذه الغاية في المراكز ثانيا يمنع منعا باتا عمل هتافات زي ما انت شايفينها كده للطالبات أو الطلاب أثناء الدوام الرسمي ممنوع الهتاف ههههههههه لا شوفوا اللي جاية دي كمان ثالثا يمنع منعا باتا تعليق أي يافطات تحمل أي عبارات تخص هذا الموضوع دائرة حمراء أو مثلث أحمر يمنع منعاً بتن أي وضع دائرة حمراء أو مثلث أحمر عارفين طبعاً أنتم الدائرة الحمراء والمثلث الأحمر بيرمزوا لإيه؟ تخيلوا رابعاً يمنع منعاً بتن عمل أي نشاط إلا بعد أخذ موافقة بما لا يقل عن أسبوع وكمان يمنع منعاً بتن الإرسال على المجموعات الخاصة بالمراكز في وسائل التواصل الاجتماعي الله كله يمنع منعاً بتن اللافت للنظر العقلية العجيبة العقيمة الغير سوية اللي يقول لك ممنوع تحط السهم الأحمر والدائرة الحمراء لهذه الدرجة يا أهل الأردن سمحتم أن يتحكم في مناهجكم مجموعة من السفهاء مجموعة من الحمقى مجموعة ممن يريدون التقرب إلى أعدائنا بهذه القرارات لهذه الدرجة وصل حالنا كمسلمين في بلد مسلم مجاور بل هي جزء أرض الأردن جزء من أرض فلسطين أن نحن نبقى بنتقرب إلى عدونا بكل أساليب الإنبطاح والمذلة والله لا أجد تعليقاً ولا تعقيباً على هذا إلا قول الله سبحانه وتعالى فطرى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم أي في أعدائنا ليه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة حكم ذلك شرعاً إن الذي فعل ذلك إن كان يظن أنه بفعلته هذه مسلم قد برئ منك الإسلام لأن هذه الأفعال لا تخدم إلا الأعداء فهي لون وشكل من أشكال الموالات التي حرمها الله تبارك وتعالى عندما قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم وأخيراً حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا لا تآخذنا بما فعل السفهاء منا